اليمن الحديث يستمر في إحباط المؤامرات والمخططات الكبرى وينجح في المستويات كلها ومنها الجانب الأمني اعترافات جديدة كشفتها الأجهزة الأمنية اليمنية لشبكة التجسس وهذه المرة عن دور الملحقية الثقافية في السفارة الأمريكية في اليمن والتي كانت مرتبطة بالمخابرات الأمريكية الـ CIA وفقاً لاعترافات الخلية تعتبر الملحقية الثقافية الأمريكية من أنشط الملحقية في السفارة الأمريكية التي تساعد الاستخبارات الأمريكية CIA والملحقية السياسية والاقتصادية في الوصول والنفوذ إلى الشخصيات المستهدفة الاعترافات كشفت أن السفارة الأمريكية في صنعها لم تكن سوى وكر للتجسس وأداة للتخريب ومنطلق لاستهداف كل شرائح المجتمع اليمني وذلك بالاستقطاب وتجنيد خلايا وجمع المعلومات والإحصاءات كذلك رسالهم إلى برامج أخرى في دول أخرى تابعة الأمريكيين أو مؤسسات تعليمية تابعة الأمريكيين بحيث يتم تشبيعهم بالثقافة الأمريكية والغربية وضمان أنهم أصبحوا يدورون في نفس فلك هذه الثكافة وهذه التوجهات هذه الأخلاق التي تتمنى حتى الآن ذكرناها سواء عن طريق المعاهد الموجودة أو عن طريق المنظمات الموجودة الأجهزة الأمنية أكدت أن الاعترافات لشبكة التجسس في الملف الثقافي ليست غير جزء يسير من التحرك الأمريكي لاستهداف الواقع الثقافي في اليمن وكان دور هذه المخططات تنفيذ مشاريع استعمارية تستهدف كل التفاصيل الدقيقة في بلد استراتيجي في موقعه وتنوعه الاجتماعي تكشف اعترافات شبكة التجسس الأمريكية تركيز واشنطن خلال العقود الأخيرة على تفاصيل التفاصيل في اليمن واستهداف كل مناح الحياة بما في ذلك الملف الثقافي من أجل التأثير والتجنيد وتنفيذ المؤامرة لكن المخططة فشل كما أكدت ذلك صنعاء بإنجازات أجهزتها الأمنية القوية من العاصمة اليمنية صنعاء عبدالله الفرح الميادين